بَرْهَامُ بَاءٌ وَرَاءٌ أَلِفٌ ثُمَّهَا مِمٌ مُجَلْ فَيْدُ تِيجًا جُخْنُّ نُيْنَا بَاهِهِ وَاصِّبَاتِهِ بِي حَضْرَةِ اللَّهُوتَ بِي اسرائِهِ بِي حَضْرَةِ الصبر invariان ومن اجراءَ مِلتَشَكِلَاتِهِ وَالصُوَرِ بِي حَضْرَةِ النَّاسُوتِ اللَّهُ لِي جَعْلِكُمْ الْعَرْضَ قَرَارًا دًا فالسماء بناء تصوارَكgar سعو�를 كناتها الطيبات ذلك الله ربكم وتبارك الله رب العالمين هو الحي يا إله إله فدعوه مخلصين له الجين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله 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 وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مشاكلة ولا معاندة ولا صاحبة ولا ولد ولا منتصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خيط تعالى عن ذلك علو كبير ليس كمسي شهيد وهو السميع البصير فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون ولو الحمد بالسماوات والأرض وعاشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر كبيرا كلما تعاقبت الليالي والأيام وعاقب الفتر الصيام أصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسل رحمة لكافة الأنام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموطدا للإسلام من فرض في نهار رمضان الصيام وسن في ليالي التراويح والكيام وعلى آله الكرام وصحبه انتخام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعض فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله وحالنا وحالكم ومآلنا ومآلكم أن يومنا هذا يوم شأنه عند مولانا عظيم حيث ختم به الشهر الكريم واستتح به شور حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة وسرور وعظم فيه للعام الأجور وهو يوم تسبيح قولوا سبحان الله وتحميد قولوا الحمد لله وتهليل وتكبير مبادر إلى فعل مأموراته وأخرج صدقة الفدر وجوبا وهي صاع عن كل مسلم زكر أو أنذى حر أو عبد كبير أو صغير يفرج الشخص عن نفسه وعن من تنزمه مؤونة بقرابة أو زوجية أو لق وتخرج من جل عيس ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلط أو أرز أو دخل أو زراك عن طيب نفس وانشراح قلب فذلك هو الأدب ويندب التكبير حين حين الخروج الصلاة إلى أرياته الإمام أو يقوم للصلاة ونفضه الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجئ من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر وقدر الساعي أربعة أمداد بوجه عليه الصلاة والسلام ومن لم يقف على حقيقة مجي النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ أربعة أفنات بحفنة الرجل الوسطي ليس بالمبسوطة ولا بالمقبضة فذلك هو الساعة ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير يومه ولا تسقط بمضي ذمنها في حق المؤسر وتسقط في أحق المعصر ويسن إظهار ذينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك ذهدا وتقشفاه مع القدرة عليه والمشو إلى المصلى ندبه متفق عليه والركوب غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطري حتى يأكل تمرات ويأكله النبي طرن وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بناء فيه وإن كان بنيان فليستطلع خارجه في البراح فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم وقال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بذكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فابرذوا من المنازل تلحقوا الرحمة ولا بس بفروج النساء يشهدنا الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحيضة وذوات الخدور لما هناك من الخيرات وهن معتدلات ويندبوا إخراج الصدقة في مثل هذا اليوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء الممنات لا تحكرن أحداكن لجارتها ولو كراء شات محرقة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل مرئ في ظل صدحته حتى يقصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبت واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين ويكروا الله كثيرا وقال جل من قائل فاذكروني أذكركم اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتحي لما أولك والخاتمين لما سبق ناصر الحق بالحق ولهذه إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومحداره عظيم قرناه سنتي الله اللهم صلى الله عليه وسلم سيدك لا إله إلا الله رحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا مشاكل ولا معالج من قبل من قبل سين بسر تايبي بس بو ماكلا في الله سيدنا من قبل من قبل وما سيدنا من قبل سيدنا من قبل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة